كابتن أبو الدهب المرضى لمنتخب الوطني بحق فوز مهم وفوز كبير على منتخب الجبوتي بسوداسية نبدأ بيك ولا نبدأ بك كابتن أبو الدهب نبدأ ببدأ أنا بقول نبدأ بابو الدهب علشان إيه مطورين مع بعض كابتن أبو الدهب كنت متوقع الفوز بالعدد الكبير من الأهداف دي في ظل طبعا يعني قوة جبوتي مش مصنف أريه مش مصنف بشكل كبير ولا كنت خايف من حدوث أي مفاجآت لا في البداية السلام لازم تقول مبروك لمنتخب مصر على الفوز الكبير النهاردة لكن خلينا أقولك واضح أن فيه هدف من البداية يعني في بداية المشوار أن فيه هدف بدليل أن أنت بتلعب النهاردة بالقوة الضربة بتاعتك يعني في دوليا بدأ بالقوة الضربة بتاعته كل اللعبين اللي هم جاهزين وعلى فكرة كان فيه عددك برضو بعض اللعبين ما شاركوش لكن أنت بتتكلم على منتخب مصر عنده هدف بيحققه أنه أنت توصل كاسي العالم من بدري ودي فرصة كويسة نظرا لضعف المجموعة لشان بس النازة بتقول لا أنت الفرقة اللي هتنفسك الوحيدة اللي ممكن المنتخب اللي نفسك شوية هو برقي نفسه لكن الأداء كان النهاردة أداء شكله كويسي أوي شكله حلو النهاردة فيه ضغط فيه انتشار فيه لعب عالجوني أسلام بنت بتجيب هدف من نص فرصة يعني النهاردة الأربع كور اللي جات له محمد صلاح يمكن ده بيقولك الكورة بتحبه هو بياخد أماكن هو عنده زكاء جدا وده ممكن فوتوريا لما لعبه هو الرجل ما يدوش فيه احنا متعودين انه احنا بنشوف صلاح في النيه حلمين لكن انا شاف ان صلاح بيتحرك بأرية كبيرة جدا النهاردة الرجل كان بيلعب بأربعة تلاتة تلاتة فيه تحركات لزيزو النهاردة انت فيه اكتر من صنع العاب في الفرق زيزو فيه محمد صلاح فيه مرموش محمد مصطفى محمد النهاردة شفنا مروان عطية بيضغط بشكل كويس جدا انني يعني مباراة فيه ناس اه ممكن تقولك بشبطي ضعيفة اه ضعيفة لكن انت عندك هدف حققته ان انت بتوصل ان انت تجيب ستة اهداف وتقدر كنت ممكن تجيب اكتر من كده لكن انت وقفت عندي ستة هدف لكن الاداء كان كويس الاداء كان جيد فيه بعض اللعبين لكن انا مش عايز اقول ان هامد عشان محدش يقول لكن فيه المباراة دي فرصة لفيتوريا ان هو يجرب بعض اللعبين ان انت فيهم يحتاجين ان انت لازم تشوف كل اللعبك لان انت عندك التصفات لسه طويلة النهاردة لازم تشوف النهاردة حتى الرجل لما شاف ضعف مستوى جبوتي ابتدا يطلع محمد عبد المناء منزل على جبر لكن الاعمار اسلامية دي مشكلة منتخب مصر السن الكبير في منتخب مصر المتشاط دي فرصة ان انت تقدر تلاعب بعض اللعبين الصغيرين اللي انت تقدر تكتشفهم بعد كده ان انت عندك مصطفة فتحة لازم يشارك امام عشور لازم يشارك النهاردة بنشوف حمد فتحي وبنشوف المروان عطية بعض اللعبين لازم تاخد فرصتها من البداية النهاردة محمد شريف نزل تقلق بشكل جيد شفنا عمر كمال عبد الواحد بيقدي بشكل جيد ممكن محمد ممكن هو محمداني كان الناس كدير متوقع انه يبدأ لكن عمر كمال عبد الواحد بيشارك وبيقدي بشكل كويس جدا لكن في النهاية مجمل مباراة كويسة من حيث ان انت الاهداف من حيث الضغط من حيث الانتشار هو ده اللي احنا شفناه النهاردة فيه ناس دي ممكن تقول لك اصلا المنتخب ضعيف لكن المنتخب ضعيف وانا متوفق ما يعد انت من النهاية ان انت بتدي رسالة لبعض الفرق ان انت ما بتهرجش مش هتاخدها من البداية استغطار لأ انا عندي هدف فاحققه ان انا اكسب وفوز عشان اوصل كاسل طيب اول فوز النهاردة بسوداسية يمكن ما تحققش من 18 سنة اخر فوز للمنتخب الوطني بسوداسية كان على منتخب السودان 6 واحد في التصفيات المؤهلة كان لكاس العالم اعتقد 2006 هجيب لك التاريخ بالضبط لكن اعلى فوز كان حققه للمنتخب الوطني مباراة مصر والسودان كانت 6 واحد في 2005 لكن اعلى فوز او اكبر فوز للمنتخب الوطني في التصفيات المؤهلة لكاس العالم كان في عهد طبعا الجنرال محمود الجهري على نميبيا فوزنا وقتها 7 واحد كانت في التصفيات المؤهلة لكاس العالم 98 وقتها اشتركوا في القناة